كما كان متوقعاً لم تنعقد الجلسة التشريعية للمرة التاسعة على التوالي حضر عدد من النواب لا يتجاوز العشرة إلى المجلس النيابي من كتر التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة وجبهة النضار الوطني أرجع دولة الرئيسة بر الجلسة التشريعية العامة التي كانت مقررة اليوم إلى العاشرة ونصف من صباح يوم الثلاثاء في 28 كنون التالي الشلل الحكومي مع الحوادث الأمنية الأخيرة انتقل إلى لقاء الأربعاء النيابي حيث نقل النواب عن بر قوله إن استهداف الجيش بوصفه المؤسسة الجامعة أمر خطير يهدد الاستقرار وينثر بإغراق البلد في الفوضى مشيراً إلى خطر المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل لبنان إلى ساحة جهاد مستغرباً عدم تكاتف اللبنانيين لمواجهة الخطر قناعتنا أن الفريق الآخر مسلوب الإرادة مطلقاً من جانب دولة إقليمية بارزة ومعروفة هي التي تشل المؤسسات الدستورية بقرارها وتدفع البلاد إلى حد التخريب والفوضى التطورات الأخيرة خضرت في عين التيني بين بر والسفير الأمريكي في لبنان